انا هشتغل على كيلو دقيق هيديني اربع بتزات متوسطين او اتنين كبار ركزوا معايا قوي عشان تبقوا عارفين كيلو دقيق ده اربع متوسطين زي اللي انا هعملهم دلوقتي او اتنين كبار خلاص كيلو دقيق بقى هياخد ايه معايا عشان يطلعلي عجينة بتزاترية جدا جدا معلقتين كبار سكر معلقة جبيرة خميرة وهيبقى معايا كبايتين ميا دافية وده اسمه خليط التخمير اللي هو عبارة عن كبايتين ميا دافية معلقة جديرة خميرة معلقتين كبار سكر هيتعملوا الاول ويتركنوا على جنب كيلو دقيق بقى اللي عندي هياخد علبة زبادي معلقتين كبار لبن بودر وهناخد التدبيلة بتاعته معلقة صغيرة هحط عليهم بودر معلقة صغيرة بصل بودر وكمان هحط معلقة صغيرة زعتر وهحط ملح وربع كباية زيت دي التدبيلة بتاعت العجينة نفسها هتديكي طعم وريحة للعجينة واو بأولة كلمة الصلصة السريعة بتاعتنا نص كباية كاتشب ونص كباية صلصة ويدوبك فص واحد توم مفروم ملح وفلفل وزعتر ورشة سكر بسيطة اول حاجة في العجينة خليط الخميرة زي ما اتفقنا دول كبايتين ميا دافية احتمال الدقيق عندك يحتاج حوالي ربع كباية ميا دافية كمال واحتمال لا طب انا عرف ازاي هبتدي بالكبايتين هحطهم على كيلو الدقيق وهعجن زي ما هوريكم خدت الكبايتين وبقت عجينة طرية مططية يعني بتمط في ايدي كده ده اللي انا عايزاها مش عايزاها عجينة مقفولة عايزاها عجينة مفتوحة عايزاها عايزة دقيق تاني اول ما حس انها عايزة دقيق تاني لا دا صفح عشان البزة تطلع معاكي طرية ايه واتحط دقيق تاني هنشوف دلوقتي مع بعض ادي كبايتين ميا دافية هحط فيهم معلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة خميرة ونقلب وهنركنه على جنب على ما نحبش بقى التحبيشة الحلوة بتاعت الدقيق اللي هتديني عجينة بزة محترمة ادي الدقيق بسم الله كيلو الدقيق بالشكل ده دقيق جميع الاستخدامات ماشي هنحط عليه معلقتين كبار لبن بودر لو موجود عندك وهنحط كمان بصل بودر ده بقى اللي هيخلي ريحة وطعم العجينة حلوة قوي توم بودر وهنحط كمان شوية زعتر لو موجود عندك وهنخلي الزعتر هنا عشان هنحتاجه تاني وهنحط كمان ربع كباية زيت كده ناقص عندي الملح لسه محطناش الملح والزبادي الملح برضو نص معلقة صغيرة كده وبعد كده علبة زبادي منها بتاعة الشركات علبة زبادي اللي في السوق العادية خالص اي نوع بس كده هستي كده انا اخدت كل المأدير اللي ده غير كان منزلها لنا فاضل ايه عندي هيبقى فاضل خليط الخميرة بس بسم الله هقلب الاول كده بالراحة كل المأدير دي في بعضها على سرعة هادية وبعدين ننزل بخليط الخميرة يلا بينا بسم الله هجيب بولا وهحط فيها يدوبك بس مسحة زيت خفيفة بالشكل ده كده وهطلع بيها العجينة من العجان هحط ايه دي كده في الزيت ده كده اوزع الزيت كده في كل الجوانب وبعدين نشيل العجينة ان شاء الله وعليها وهو المطلوب بسم الله بصوا العجينة بتلم على نفسها ازاي هحطها كده في الزيت كده حاضر واروح قلبها عالناحية التانية بالشكل ده وتتغطى كويس وانسبها تخمر وحطيت شوية زيت كده على النار عشان تعرفوا بس قد ايه هي موصل جيد اه للحرارة اول ما حطيت الحلة على النار سخنت على طول هنزل قبل ما انزل بفاصة التوم لان طبعا الحلة سخنت والزيت سخن هحضر الصلصة جنبي هنزل بفاصة التوم كده على طول على طول على طول اهو انا مقليله الزيت خالص عشان الزيت الصلصة ده ما ينزليش على عجينة البتزا طيبة وقوازها خلي الزيت بتاع صلصة البتزا قليل جدا هنزل كده بالصلصة دي نص كباية صلصة بالشكل ده ومعاها على طول شوية ما يصغيرين بسم الله اللي هما بس ايه يخفوا القوان بس شوية تبدلها ملح وفلفل وطبعا حبيب البيتزا الزعتر اهو كده بصي خدت غلوة شكرا خلاص طوفينا النار شفت الصلصة سريعة قد ايه وادي الملح وادي الفلفل الاسود مش اللي هبعيد عن النار قولي كده برافو عليك ايوا يا باشا اهم حاجة التركيز وقصوصا بعد اجازت التركيز مهم جدا الفترة دي يا جماعة والله ادي الكاتشب اهو وصالصة البيتزا كده تبارك الله عسل 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 اهو بالشكل ده في كل الجوانب كده والربعة كمان بتاعتنا تعال يا ستي تروح عاملة ايه عايزة ترجع تاني شكرا جزيلا اسيبها واروح للي بعدها مسحة صلصة كده وكده في حاجة ننسيتها هنا مهمة جدا ازاي ما حدش فكرني تفتكروا ايه يا جماعة مين اللي غششك مرفوضة يا منا عشان بتغششيهم في الكنترول لازم نخرمها يا جماعة لازم تتخرم اترفضت من اول يوم لازم نخرمها عندك الخرامة الحلوة دي ماشي ما عندكيش بالشوكة بس لازم تتخرم كويس اوي ادي الصلصة الاول تمام بعد كده بصوا بقى واحدة هعملها بالتونة ايه دي التونة بصفيها من عالبيتها كده لو انا جايبها جاهزة في المصفى وهعصر عليها عصرة لمونة عشان ضيحة التونة دي اول واحدة ايه هنعملها كده بالتونة هفرشها كده طبعا البيتزة مش هيبقى شكلها كده واريكوا دلوقتي هتتفرد ازاي مع الحشوة ومع الصلصة ايه بصوا بتدي اهي شايفين ازاي ماشي كده اهي في كل حتة كده ماشي ده زي ما انت شايفة كده ده صدري فرخة مسلوق عادي اعني تمام بالشكل ده وزعي بس كده حط رشة متزغلة عليها وبعدين تعالوا بقى نحط كده ايه برضو فلفل الوان مغرية جدا يلا يا ماشي ما انا بقولك انا قلت الحبايبي ايه ربما تبقى دي اخر بتزاي نعملها وهنحط كده شوية زيتون والله ممكن ان شاء الله يخليك يا بنتي بصوا كده وبعدين هحط وزعي بس الزيتون كده وبعدين هحط شوية متزرلة على الوش وتعالوا بقى نشوف هتفرد معي ازاي وشوفوا بس شكلها دلوقتي عامل ازاي كده وتعالوا بقى نشوفوا بعد ما ادوس عليها كده كمان ادوسها دي اه بتدي كمان ايه سبات للحشوة بصوا فردت هي في الصنية كلها لان هارا بيض هي دي بيت زالي كان شكلها كده مبعجر كده وطلعة نزلة اه هي دي ادي يا سبت بصوا الجمال اهي فهمتوا زي نسايس العجينة واحدة واحدة من غير نشابة ومن غير وجع قلب ومن غير ما تتعابي ولا اي حاجة كده البيت زيت تنتي الرابعة بقى يعيشي بقى اهو يا جماعة ادي التلات بيت زيت اللي عملناهم مع بعض دلوقتي والفرن سخني جدا ورشة الزعتر اللي على الوش بتجي تعم وريحة حلوة قوي موسيقى